ولمناقشة أزمة قطاع العدالة في الجزائر على ضوء التحذير للانتخابات الرئاسية انضم إلينا من الجزائر المحلل السياسي الزهير بوعمامة مساء الخير أستاذ أهلا بك في البداية ربما تعليق على ما يجري من أزمة داخل منظومة القضاء ما بين القضاءات ووزارة العدل في ظل هذا الجذب كيف تنظرون لهذه الأزمة والجزائر مقبلة على استحقاق رئاسي يؤطره القضاء مرحبا بداية ومبدئيا ما جرى اليوم من اعتداء على مجموعة من القضاء داخل مجلس قضاء وهران لا شك أنه انزلاق خطير وهو فعل مدان لأن جميع القوانين هنا في الجزائر وفي القوانين الدولية تعطي حصانة لكل المرافق القضائية ثم أنه حتى بافتراض وجود خلاف وأزمة حقيقية كما سبق وأشرت بين السلطة القضائية ممثلتنا الآن في النقابة الوطنية للقضاء وبين الحكومة بين وزارة العدل فكنا ننتظر ونحن نعيش في أجواء استثنائية غير طبيعية وأن يتم اللجوء إلى الحكمة إلى التعقل إلى فتح قنوات الحوار لأجل إيجاد مخارج ممكنة وهي موجودة تجنب البلد مزيدا من توتير الأجواء والأوضاع ولا تساعد مطلقا في الدهاب نحو الاستحقاق القادم في ظروف مقبولة حتى لا أقول شيئا آخر وكما ربما اطلعتم بيان صدر قبل ساعات من قبل النقابة الوطنية للقضاء تعلن فيها أنها تقطع كل خيوط أو خطوط التواصل مع الوزارة مع الحكومة إلى أن يتم إقالة الوزير الحالي زغماتي وأعتقد بأن هذا انزلاق وتوتير كنا نتمنى أن لا نجد أنفسنا فيه وحتى المحكمة تضط ببطلان إضراب القضاة أستاذ أبو أمامة هذا يفتح الباب مجددا لأن نرى مشهدا كالذي رأيناه اليوم في واران يعني للأسف أيضا هذه من بين الأساليب الموروطة عن ما كنا نعتقد أنه عهد ولا وانتهى استعمال وتوظيف مرة أخرى بعض الجهات القضائية المحكمة الإدارية بيتي بازا لإصدار هذا القرار كما كنا نرى في سنوات سابقة حين كان يتم إيقاف أو اللجوء إلى نفس الأذات لإيقاف إضرابات لفئات أخرى تكون أحيانا وفي معظمها مطالبها مشروعة وحتى وإن كان مطالبها مزيجا من المشروع واللا مشروع فلا شك أن الحوار هو الوسيلة الأفضل والأمثل لإيجاد الحلول في هكذا مواقف وخاصة إذا كانت السياقات وأؤكد على هذه المسألة لا تسمح لا تبيح مثل هذه الممارسات التي تعطي مؤشرا وترسل برسالات غير مطمئنة لعموم الجزائريين بخصوص ما في عقل السلطة الآن في التعامل مع ما تمر به البلد بشكل عام لا شك أيضا أن بيان النقابة الوطنية للقضاءات قبل قليل أو قبل ساعات زائد القرار قرار المحكمة الإدارية ميتي بازا هو توتير هو تعفين للوضع والزج بهذه العلاقة في طريق مسدود يعني لماذا تخسر دعنا نقول بهذا المنطق لماذا تخسر السلطة القضاءات الذين كانوا إلى وقت قريب متهمين حتى من طرف الحراك بأنهم يقعون ضمن منظومة الفساد وعدالة الهاتف وهي تراهم في نفس الوقت على العدالة وعلى جهاز القضاء لإعطاء مزدقية للانتخابات التي تدعو إليها هذا أمر غير مفهوم هذا أمر غير مفهوم كما أن أمور كثيرة أخرى تحمل في طياتها تناقضات غير مفهومة في بعض الخيارات والقرارات والسلوكات والممارسات للسلطة الآن لا شك أنكم تعلمون بأن دور القضاء سيكون دورا أساسيا ومحوريا بالنظر إلى التغييرات التي ضمنت على قانون الانتخابات وقانون الإشراف على هذه العملية في الشهرين الماضيين ثم لا شك أيضا أن السلطة لطالما اعتبرت ما حققته على صعيد عملية مكافحة الفساد بإطلاقها كما تقول ليد القضاء وجعله يتعامل مع هذه الملفات وهي من المكاسب التي تبني عليها ترويجها لمنطقها في الحل فلا يفهم كما سبق وقلتم كيف تلجأ أو كيف تدخل السلطة في استعداء القضاة في هذا الوقت المصيري والحساس جدا وهي تعلم أن موقفا متصلبا لهذه الفئة قد يؤدي إلى التشويش بشكل جدي على الاستحقاق الرئاسي الذي تراهن عليه عاليا ولا تتصور أنها سأو يمكنها أن تتحمل أي سيناريو لإسقاطه أستاذ زهير بعمامة البعض ربط ما حدث اليوم في وهران مع ما تم تسريبه أو ما تم الحديث عنه عن تعليمة لقائد أركان الجيش قيد صالح لوزير العدل الزغماتي بالذهاب إلى أبعد حد وقالوا أن هذا ترجم لما يطلبه القيد صالح هل هذا صحيح أما أن زغماتي فهم تعليمة القيد بالخطأ يعني لست متأكدا بأن قائد الجيش كان يقصد أو كان يدفع بوزير العدل إلى هكذا ممارسات لست متأكدا في هذا الجانب ولكن لا شك أن وزير العدل حاليا يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الانزلاق الخطير على أساس أنه هو أو وزارته من أرسلت بتلك التعليمة التي تبيح الاستناد والاستعمال القوى العمومية في فضي اعتصامات أو وقوف بعض القضاة ولا شك أنهم الأغلبية لأن الأرقام تقول بأن الأغلبية الساحقة للقضاة كانوا قد تجاوبوا مع الدعوة إلى الإضراب بغض النظر عن المشروعية الكاملة لموقف القضاة من الحركة الأخيرة طبعا نحن كجزائريين وحتى كمراقبين ندري جيدا أن هناك مزيجا وخلطا بين المطالب الفئوية المصدحية الكثير تم فعلا المس بمصالح لأنه بقاؤه في مواقع معينة امتد كثيرا ولكن ليس الأمر بعيدا عن بعض الحسابات المتعلقة كما أشرت في بداية الحديث بالاستعداد للعملية الانتخابية القادمة وهناك توجس من أن بعض الأطراف داخل نظومة القضاء قد تعرقل بشكل أو بآخر عملية الإشراف على هذه العملية رغم أن الرئيس النقابة الوطنية للقضاة كان قد أعلن حتى في يوم الدعوة إلى الإضراب بأن القضاة ملتزمون بضمان دورهم في الإشراف على مهامهم المتعلقة أفق الحل أستاذ سهير بعمامة أعتقد نعم كيف تراها أعتقد لو سمحت لي أعتقد بأن الأمر أيضا لديه علاقة بهذه التحولات العميقة في البلد هناك إعادة رسم للمسافة بين مختلف السلطات هناك فرصة يراها القضاة يراها كل منتسب العذال فرصة تاريخية وحقيقية لكي يبنوا أو لكي يطالبوا ويفتكوا استقلالية مرفقهم ويؤثروا من الآن على الشكل الذي ستكون عليه العلاقة بين السلطة القضائية والتنفيذية التي لطالما كانت لصالح السلطة التنفيذية في كل العهود السابقة البلد يتحول نحن مقبلين حتى بعد الانتخابات الرئاسية القادمة ومهما تكون نتيجة هذه الانتخابات على ورشات إصلاح حقيقية إعادة النظر في الدستور إعادة النظر في العلاقة بين السلطات ولا شك أن هؤلاء دخلوا الآن معركة افتكاك حقهم في استقلالية القضاء وجعله بعيدا عن كل تأثيرات ونفوذ السلطة التنفيذية التي وظفتهم وسخرتهم واستعملتهم كثيرا في تنفيذ أجنداتها وسياساتها داخل البلد وفي سنوات كثيرة ماضية شكرا جزيلا لك أستاذ زهير بعمامة مع المحلل السياسي كنت معنا من الجزائر شكرا جزيلا